ومن بين جميع الألغاز الدائمة المتأصرة في تاريخ البشرية ربما لم يأتي أحد على تصور الحضارات المفقودة بدءا بأدغال أمريكا الجنوبية التي يبدو أنها لا يمكن اختراقها إلى أعماق البحر المتوسط هذه المدن لا طالما ألهمت المستكشفين وأقلام المؤلفين على مدار التاريخ وخاصة مخيلات صانع الأفلام ومطوير الألعاب في ميالية خمسة مدن أسطورية ذات جذور عميقة التي لا ربما تكتشف في المستقبل المدينة الضائعة في عام 1925 دخل فريق مكون من ثلاثة رجال بقيادة البريطاني المستكشف بيريس هارسون فوسيت الأدغال النائية في منطقة ماتو جروسو بالبرازيل وكان هدفهم هو العثور على أنقاض حضارة قديمة أطلق عليها فوسيت اسم المدينة المفقودة ومن المؤسف أن الرجال الثلاث لم يروا مرة أخرى أبداً وفي العقود التي تلت ذلك لقى نحو مئة شخص حتفهم أو أختفوا في محاولة لاكتشاف ما حدث لهم وعلى الرغم من أنه لم يتم التأكد من ذلك أبداً فمن المحتمل أن مدينة فوكت المفقودة كانت مبنية بجانب مجمع أثري مجاور تم اكتشافه في أوائل القرن الحادي والعشرين والذي كان يتسه إلى أكثر من خمسون ألف شخص في عام 2009 أصدر الكاتب الأمريكي ديفيد جران كتاباً عن بحث الفوسيت بعنوان المدينة المفقودة أطلنتس أول ما ذكر مدينة أطلنتس كان من قبل الفيلسوف اليوناني أفلاطون في 360 قبل الميلاد وقد استحوذت جزيرة أطلنتس الأستورية على خيال المستكشفين والمؤرخين لأكثر من ألف عام وقيل أن الجزيرة واسعة وموطن لمملكة قوية مزودة بالتكنولوجيا المتقدمة وبقوة بحرية لا مثيل لها وفي وقت ما حوالي 9600 قبل الميلاد دمرت المنطقة بأكملها بما واصفه إفلاطون بأنه ليلة رهيبة من الحرق والزلازل وغرقت في البحر كانت ولا زالت هناك رحالات لا حصر لها للعثور على الموقع المغمور لأطلنتس في وقت قصير كان الصحف الكندي الإسرائيلي وعالم الأثار سيتشا جاكوبو فيتشي الذي أنتج عدد أفلام عن القدس شارك مع المخرج السينمائي جيمس كاميرون لإكمال الغوص المنفرد بخندق مارينا شاكوبو فيتشي وفريقه استخدموا الأدلة في كتابات إفلاطون والتكنولوجيا المتقدمة لتفقد قاع البحر بحثا عن أثار الضمار من بين أهم ما كتشف في مضيق جبل طارقة الواقع على ساحل إسبانيا ستة مثبتات حجرية من العصر البرونزي وقال كيميرون في مؤتمر صحفي ما كشفناه عن نقاط قوية لنوع من الحضارة التجارية الكبرى منذ أربعة آلاف سنة أو نحو ذلك خارج البحر الأبيض المتوسط على ساحل المحيط الأطلسي كان هناك الكثير من التفكير في المجتمع الأثرية لأن مدينة تسوس في جنوب إسبانيا التي تقبع الآن تحت الطين بسبب نوع من الكوارث التي ربما كانت دعنا نقول تسونامي كبير يمكن أن يكون له بعض الأساس في أسطورة أطلنتس ويعتزم الفريق العودة في المستقبل القريب لإجراء مزيد من التحقيق في الموقع بوسيطة الرادار المخترق للأرض وأدوات أخرى مملكة ليونيس وفقا للأسطورة فإن مملكة ليونيس من كتلة أراضي في جزر السيلي البريطانية التي يقال أن المحيط غمر في ليلة واحدة فقط لسبب غير معلوم حتى أن البعض يتكهن بأن السلسلة من 140 جزيرة موجودة اليوم هي ببساطة قمم التلال في عالم غارب تحت قاع المحيط أقدم وصف مكتوب عن هذه المملكة المفقودة نجده موصوف في كتابات ويليام أوف وويستر من القرن الرابع عشر وفقا للمؤلف كانت هناك قطعة أرض مجهولة تمتد على بعد 6 أميال من البحر قبل الفيضان الذي أغرقها وكتب يقول خبات وحقول و140 كنيسة إبريشية غارق جميعها الآن بين الجبل وجزر السيلي البريطانية ولم تتوقف الإشارات والكتابات عن هذه المملكة المفقودة عند ويليام تم ذكرها في عدة كتابات ونصوص مختلفة إلا أنها مشهورة في أسطورة كما للبطل تريستان في الواقع قيل أن الكارثة وقعت في القرن السادس في عهد الملك أرثر الأسطوري وفرسان المائدة المستديرة في حين لم يتم اكتشاف أي حضارة أو مملكة تحت الماء ويقول علماء جيولوجيا إن المنطقة شهدت قدر كبير من الغمر على مدى الأعوام الثلاثة آلاف الماضية ومن المحتمل أن تكون قساساً المملكة الضائعة حقيقية أو ضرباً من الخيال فماذا تعتقد عزيز المشاهد ولماذا أغرقت في ليلة واحدة الدرادو يعود أصل أسطورة الدرادو الذهبية إلى القرن السادس عشر كانت إسبانيا مهووسة بذلك الوقت حيث أرسلت غزاتها سيء السمع إلى أمريكا الجنوبية للمطالب بأي ثروات يمكن العثور عليها وشملت أحد هذه الشائعات وجود مدينة مرتفعة في جبال الأنديز التي غطى ملكها نفسه في غبار الذهب ومن هنا جاء اسم الدرادو أو المذهب ومع مرور الوقت تحولت الأسطورة من ملك ذهبي إلى مملكة من الذهب وحاول عشرات الأشخاص العثور على هذه المدينة المفقودة بما فذلك رحلتين كارثتين من قبل المستكشف البريطاني الشهير وورتر رالي على الرغم من أن المدينة قد تبقى مجرد أسطورة تحكى إلا أن مكانتها في الثقافات الشعبية لا تزال قوية بالإضافة إلى ظهورها في أفثام مثل أنديانا جونز ومملكة الجمجمة الكريستالية طريق إلى الدرادو وكذلك قد تم جلب هذه المدينة الضائعة إلى الحياة من قبل صانع ألعاب الفيديو في ألعاب المغامرة ومنها إنشارتد دريكس فورشنت وبيتفول The Lost Expedition مدينة كالهاري المفقودة في عام 1885 أصبح الفنان والمغامر الكندي فاريني ويعرف أيضا باسم The Great Farini من أوائل الغربيين الذين يورون صحراء كالهاري غير مستكشفة والتي تقع في جنوب أفريقيا وعند عودته عرض صور رسمها وكتب ورق عن آثار أكتشفها يبدو أنها تشير إلى بقايا حضارة المفقودة مدفونة في الرمال وقال خيمنا قرب صفحها بجانب خط حجري مكسور يشبه الجدار الصيني بعد وقوع زلزال والتي أثبتت عند فحصها أنها أنقاض هيكل واسع جدا مدفونة تحت الرمال وكتب لقد تتبعنا البقايا لمسافة ميل تقريبا معظمها كان كوم من الحجار الضخمة ولكن جميعها كانت مسطحة هنا وهناك على مدار السنين التي عقبت تم إطلاق العشرات والعشرات من الرحالات استكشافية للعثور على مدينة كالهاري المفقودة لفاريني والغريب في الأمر أن الشخص الذي دعم ومول هذه البعثات كان رجل الأعمال إيلون ماسك وأرسل أكثر من 12 شخصا للبحث عنها وهو نفس الشخص الذي يصنع في هذه الساعة مركبة فضائية سوف تنطلق إلى المريخ وعليها أناس في رحلة غير مسبوقة العهد لاكتشاف المريخ فمن الذي دفع رجل الأعمال إيلون ماسك للبحث تعمل مالي الجبار الذي قدمه فقط للبحث عن هذه المدينة الضائعة في يناير من سنة 2016 قام سلسلة إكسبديشن إنون بتسجيل بحث قام به الأمريك جوش جيتس عن المدينة المفقودة باستخدام المسح الجوي والرادار وكذلك أوصاف فاريني ساعدتهم وبالفعل اتشفوا آثار من صنع الإنسان بالقرب من ذلك الموقع على الرغم أنه لم يتم تأكيده بعد قد يكون هذا الموقع الذي ذكره فاريني في رحلاته ما رأيك أنت حول هذه الخمسة مدن المفقودة؟ تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلك جديد القناة أول بأول